أردت بصر الله أن أتحدث وشهر مع الإسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رب العالمي أردت بصر الله عليه السلام على الأهل والصابر ومعه ومعا فضيلة شهر السلام شهر الشهير الحمد للسيد السيد محافظ محافظ الأخ أمين معارك المضرب السيد أمين الأعب الميز قوميزي ورزاكيين يقوى هبطموز الإسلام والتولى لهذه المحافظة لهذه الهداية يقوى القضو صلى المرافقون به الشيخ رضي الله عنه ما ترفقون شهر ولكن لما دارت الحديث هذه المناسبة الأخيرة لا بد من تعبير الشعور مع دبة الخواطر والحسيس الحقيقة قضيلة الشيخ فإن المجلس الزكري والذاكريين قبل أن تتبرور لثومه الجديد كان المجلس الصوفي فيه كان قبل المجلس الصوفي هي اللي كان تقوضه مسألة لتمثل الصوفية ورجالة الدين والدعوة من الله تبارك وتعالى بعد فترة بعد ما تفجر الزرطة الإنغاز وعقدوا مرتمر إسلاميا عالميا وناقشوا ما يدود حول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والتصوف والزهد والتزكير الرحية فكونوا أو تبلور المجلس الصوفي إلى صور جديد باسم المجلس الزكري والذاكريين وشرفونا بالعضوية كما تشرف غير عضوية بهذا المجلس الفيحاء وليأخونا الشيخ الطاهر الشيخ الباغر والأمين العام المجلس الزكري والذاكريين ولما قرب وقف زيارة ذي فكان هو في الأردن لزيارة مرضية أو لظروف مرضية لم يتبكر إلا أنه حظه وهمته كان حاضرة وحضور كذلك أخونا الشيخ سر الخاتب هو الذي رشح وجنده ليقوم لحدمتكم وقام حتى معنا إلى أن حمل التذاكر والرسائل للتعزية قام معنا إلى نيجيريا إلى فضيلتكم حتى ورجعنا من ذلك الوقت حتى الآن هو معنا والحمد لله فإن مجلس الزكري والذاكريين لها دور بيز في خدمة الإسلام والدعوة إلى الله ولم يحدث وما حصل أي مشكلة وعندنا حتى في دارفور مشاكلة موجودة بين نحن القبليات من نحن الموصلة من الوقت للآخر إلا والأخ شبار الشيخ الباغر يوفي بفضل وفضل 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 وفي دارفور وفي جنوب وفي وين بأي ملطقة ويوفي ليساكرو عن المشاكل الحاصلة والانتهابات وفضل الحاصلة حتى حيات استثبت من الأمور وهكذا شعرهم ما نتوى وما كانوا في دعوة إلى الله تبارك وتعالى تجان أعيار وأفاضل وهذه المجلس لأنها تتجوّن يعني في المؤتمر أن 80% كلها سوفية 80% يعني كلها سوفية من كلها سوفية مختلفة والمجلس المئة من العلماء والمحر الله والذاترين والتعافي الله تبارك وتعالى في الحقيقة غير صار في الإنفاذ فلها فضائل كثيرة بعد فضل تبارك وتعالى لأن في خدمة الإسلام ويعني قسر الحواجز بين الجالتين والدولة ولها ما لها من الخيانات والبركات وجداكم الله والنحر من فضائلها أيضا الدعوة التي قامت بها من التسعينات وإلى تلاتة وتسعيين وكده حد المرات يعني قدم الدعوة للشيخ الإسلام وهذه المرة هي دعوة وتولة تاريخية في هذه الثيارة الحمد لله حسنة الخير والبركة بإذن الله ونحن إن شاء الله معهم إن شاء الله لن نخزي لهم أبدا بإذن الله تبارك وتعال ولن نخزي لهم أبدا كما قال ابن إسباعد النبي من إظهر عن الدور وإصلاح فينا هؤمن الضائجون ولكن ننسي على مركة الله إن شاء الله من وغائكم بإذن الله وأجيدكم إذن معذركم وإن شاء الله ونقول لهم ونغاتلهم إن معذركم وغاتلتم بإذن الله نحن نشد من إذرك إن شاء الله بكل إشاراتك ونحن نشاء الله لو أمثل أن نخوض البحر لفضنا ومهما أمثلنا لن نتركض أبدا بإذن الله نحن نفتحد على رحمة إن شاءرتك وهؤلاء إفدال عايشناهم عن قرب ضعينا فيهم بسطة وتجرل والإخلاص ونحن ومعهم بالله تبارك وتعالى وعدي من باب الأمانة ومن باب الإشهادة لها تبدأ المشيرة إلى حضرتكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله هذا حديث الشيخ موسى طليب الشيخ إبراهيم في السودان ولعل حديث الشيخ هذا المكان والذي نحن في الزكر والذاكرين جزء من هذه الأمانة حقيقة الأخ الكريم الشيخ الفاضل مطال الشيخ الذي أبت نفسه إلا أن يكرم هذه القمة من أهل التصوّف هذا الشيخ الجليل الشيخ إبراهيم وهلا تفضل الشيخ فاضل موسى الرمال موسى السميع العلي الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم المصدق المصدق على سيدنا وحبيبنا وردعيننا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين السعادة الصادق الفضيلة الإسلام الرشيخ الإسلام الشريف إبراهيم صالح سعادة الشيخ خليفة الشيخ من شخ موسى مليفتي في السودان أخونا الكريم محمد حمد النين محمد بابكر ممثل الوالي رئيس المؤتمر الوطني المحافظ محافظة الجزيرة ساداتي المشايخ والإخوة أشترام المرافقين في الوفد صاحب الفضيلة الشيخ إبراهيم إخوتي الأفاضل في السجادة بولاية الجزيرة إخوتي أشترام في أمانة الذكر والذاكرين إخوتي في أمانة المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة جميعاً عليكم الحضور والضيوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكم السلام ورحمة الله وهذا اليوم الطيب المبارك خير أيام الله قاطبة فيه الجمعة تكحلت أعين أهل ولاية الجزيرة قيادة وشعبة وخاعدة برؤية هذا الشيخ الكريم الذي ادخرته مشيئة المولى الكريم في تلك البغاء ليكون هادياً وداعياً إلى الله على مصيرة في أوصات نعلم أنها في أشد الحاجة وأمس الحاجة للدعوة والدعاة فكان نعم المبعوث ونعم الرسول ونعم الحادي والداعي والحادي بإذن الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة تقارب الأنفاس وتزاحم الكتوف وتراص الصفوف في أمة المسلمين من أوجب الواجبات وهو فريضة إنما المؤمنون إخوة واعتصموا بحب الله جميعاً ولا تفرهوا فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى نسعد ونقول غير مرائينا وصادقين بأن مقدمكم لولاية الجزيرة هو تشريف لولاية الجزيرة بفضل الله سبحانه وتعالى هو تشريف لأن هذه الدنيا ما دالت وما دانت للسلطان وما دالت وما دانت للأغنياء وما دانت ولا دالت للكبراء وإنما دانت العلماء ورثة الأنبياء الحمد لله رب العالمين بلغوا عني ولو آية وهذه هذه هي الرسالة التي ابتعذتم وانتخذتم لها بفضل الله سبحانه وتعالى وتحملونها في تلك المغاء مبشرين الناس حداية ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى نحن شيخنا الكريم اليوم نسعد بهذا اللقاء ونطمئن تماما نطمئن تماما لأننا نقرأ ونطلع ونتابع عبر وصائد الإعلام والفضائيات ونتابع عبر الرسائل الإعلامية المختلفة وعبر بعض الإخوة الذين عاشوا وعاصروا عطاءكم في تلك البغاء ونسمع عنكم الخير الكثير ولكننا نطمئن أن أمة الإسلام وأن دعوة الإسلام بخير ما دام هذا المثال وأمسل هؤلاء الرجال هم حداتها وهم دعاتها وهم القائمين والمستكين بهذا الكتاب ونحمد الله على ذلك كثيرا نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك كثيرا ونحمد الله سبحانه وتعالى أنهدانا وجعلنا من أمة المسلمين ونحمد الله على نعمة الإسلام وكفى بها للنعمة نحن في المؤتمر الوطني نؤكد بين قيتي صاحب الفضيلة بأننا ما جئنا لنخدم برمامج السياسي محظر وما جئنا بالفضل الله سبحانه لنتداول سلطة وما جئنا لنقدم حتى خدمات وتنمية واستثمار ونسود دولة فحظ وإنما جئنا لمبدأ معلوم لدى قيادتنا راكز ومفهوم لدى قلاعينا بأننا جئنا لنحكي وشرع الله سبحانه وتعالى الله أرغب إنما جئنا لنحكي بأن الله سبحانه وتعالى في هذه الملاد وليبس هذا النور بين العالمين خارج السودان هداية وحكمة ودعوة بإذن الله سبحانه وتعالى والمؤتمر الوفني في مواثيقه ونظامه الأساسي وأدبياته واستراتيجياته وخططه الثلاثية وغيرها يؤكد ويثبت هذه الثوابت التي أولاها بل ذروة سنامة تحكيم الشريعة الإسلامية والحاكمية لله سبحانه وتعالى والعبودية تحريلا للولاي لله سبحانه وتعالى وهذه نعمة نحمد الله سبحانه وتعالى ولذلك يأتي الاهتمام شيخنا الكريم بمؤسسات الدعوة على مستوى السودان على مستوى المركز جميعا بل أشياء ثورة الإنغاظة الوطني بل الله سبحانه وتعالى وأفردت وزارة تختلف عن كل الدول وزارة للتخطيط الاجتماعي والتنمية الاجتماعية لتعنى بقضايا إعادة صياغة الإنسان والترويض أو رياضة الإنسان كما يحدث لكم الرياضة الروحية وتزكية المجتمع على المستوى المركزي وأفردت وزارة الولايية وزارة الشؤون الاجتماعي والثغافية والولايات الكثيرة بحمد الله سبحانه وتعالى تنعب بهذه الوزارة وضمن المؤسسات والمنظومة العديدة الموجودة على السودان وأنتم ربما وأحسب أن ذلك قد حدث قد نورتم تماما على الذي يجري وكيف ندير هذا المشروع الحضاري الذي ما هو إلا رسالة الإسلام والدعوة الشريعة والدين يقوم على منظومة دعوية تبدأ من المنظومات الدعوية ومن أصلاحات الإسناد الدعوية ومن أصلاحات التوميل الدعوية ومنها دراع نعم نعوم العالم كثيرا خاصة في المنظومات شكرا شكرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم أصبنا أن نعبر عبر الذكر والذاكرين في هذه المجموعة من أشرة التسجيل للشيخ عبدالرسول المتحى النبوي والتربية الروحية والفقه المنوسى بإذن الله سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر تبارك الله اشتركوا في القناة